النفط العراقي أصبح عرضة للتهريب والسرقة بوسطة رجال أعمال متنفذين متعاقدين مع شركات إيرانية لجنة النفط والطاقة النيابية كشفت عن خروج أنبيب فرعية من الأنبوب الرئيس الناقل للنفط تمتد إلى مقار الميليشيات لكن لا أحد يجرؤ على الاقتراب منها حقيقة يؤكدها كذلك النائب الأول لرئيس مجلس النواب حكم الزامل بقوله إن هناك معلومات موثقة تشير إلى تهريب المتجات النفطية بما يعادل نحو نصف حجم الموارد النفطية الحقيقية للعراق وهذا يدل على الهدر الكبير في الثروة المالية التي تذهب إلى المافيا لكنه لم يسمي من تلك المافيا كذلك النائب عن محافظة نينوى شروان الدوبرداني كشف أن بنزين محافظة نينوى يتم تهريبه إلى كردستان العراق ولبنان وسوريا عن طريق صهاريج تشحن يوميا دون وجود رقيب ولا حسيب أمام هذا التهريب العلني والنهب الممنهج للنفط العراقي عن طريق شبكة الميليشيات تكتفي حكومة الكاظمي بإصدار البيانات حول قيامها بمكافحة تهريب النفط والدعاء القبض على المتورطين فيه في محافظات ديالا ونينوى والتأميم وغيرها لكن كما هي عادة حكومة الكاظمي بالإعلان عن حملات لمحاربة السلاح المنفلت ومكافحة الفساد والتهريب وما إلى ذلك لا يتغير أي شيء على أرض الواقع تهريب النفط مستمر باعتراف عدة مصادر حكومية ولا يمكن لأحد إيقاف هذه الظاهرة لأن الأمر بكل بساطة متعلق بالميليشيات والكاظمي يعرف جيدا من هي الميليشيات وما مدى نفوذها في الدولة فالذي لم يستطع حماية منزله من طائرة مسيرة كادت أن تقتله لا يمكن له أن يحفظ لترا واحدا من نفط العراق اشتركوا في القناة